شذرات سيران الوحدة تسعدني كثيرا إلى درجة أن كل لقاء يعني عملية صلب لي أنا لا أقاتل العالم بل أقاتل قوة أكبر تعبي من العالم إن دوري هو قتل العالم ودور العالم قتلي ونحن نتفاهم جيدا كما هي العادة بين المجرمين عندما نتألم من أجل شيء ما نحمل دائما ملابس الحداد وحدنا ونبكي دائما وحدنا وليس بسبب الأنانية بل لأن كل هم يغذي نفسه بنفسه بمادته السبيل الوحيد لحماية وحدتنا هو جرح الكل مع البدء بمن نحبه لو أطلقت بصوت مسموع هذا القلق الأصم المعذب لكانت حركتي شبيهة بالركوع أمام حائط المبكى أنا أحمل الحداد منذ الولادة الحداد على هذا العالم الحياة الحياة هي ببساطة لا معقول مشروع مسموح به ومقبول وواجب الإنسان الوحيد هو وحدة أكبر ليس هناك من مكان في العالم يمكن أن يمارس فيه المرء مهنيا لشمئزاز من العالم العذاب العذاب هو الحالة الوحدة الداخلية والتي لا يقدر أي شيء من الخارج أن يقدم العود هي جريمة كبرى أن تعكر على أحدهم وحدة وتضايق في أن يكون أنا كل واحدة من أفكارنا تمحق العالم في العالم لا أعرف شيئا أكثر غموضا من الماء لو أن النفور وحده من العالم يسبب القداسة لما أعرفت كيف سأستطيع تجنب إعلاني قديسة أن تتصور بلا انقطاع عالما لم يتدن بعد كي يكون موجودا وحيث الشعور المسبق بالوعي الذي لا رغبة هناك في أن يكون حيث عند الشبع بالاحتمالية كان ممكن امتلاك الصرور بالاكتمال الزلبي لأنا تسبق هذه الأنا الوحدة لا تعلم الإنسان كيف يكون وحيدا بل الأوحد إننا نتعذب طالما نحن بحاجة إلى أحد أو بحاجة إلى شيء حالات الوحدة الحلوة أو أن القصد هو البلبلة بين السماء والأرض أكبر جرائم العذاب كان التنظيم الفوضى التي أنزلت مرتبتها إلى مرتبة العالم كل رباط هو في النهاية مصدر للآلام السعداء ولألف مرة هم سعداء حين لا يكونون بحاجة إليه بحاجة إلى رباط فالوحيد لا يبكي أحدا ولا أحد يبكيه ومن لا يريد أن يتعذب ويقرد شيء في نفسه عليه 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 أن يتعرر من الناس الوحدة من دون الله هي الجنون الأكثر نقاباً فبالله فبالله نعظر على الأقل على مكان للضياء وبهذه الصورة نداوي عقلنا وقلبنا إنه شيء من نوع مانع الصواعق فالرب هو دليل جيد لما يقرد في النفس معن عدام الأمل لقد قال موليس باري الوحدة جعلت مني على الدوام معاصراً للموتة كيف إذن لا حياة في الوحدة بقيت الأبدية فقط قال ميكايل أنجرو أنا أحيا بما يموت بسببه الآخرون فيما يتعلق بالوحدة لا ينبغي هنا الإضافة لا تيأس لا تيأس لا تيأس إذا تركك الجميع فعلى الدوام على الدوام يمكنك الاعتماد على آلامك كف عن تعنيف أي أحد فلو كان بإمكان الناس أن يتبدلوا لتبدلوا لكنهم لا يستطيعون وأنت أكثر منهم لا تستطيع فكف عن تعنيف أي أحد إذا أردت أن يكون معك الحق عليك دائماً أن تبلك البعد نفسه بينك والمتعصبين وبينك والمليئين بالمرارة نصيحة لا تكون معاصراً لأي كان لا تنسق إلى الأوهام عن النفس فهذا فن بالغ الصعوبة دعونا لا نتعلمه أبداً خصوصاً حين نعتقد بأننا قد تيطرنا عليه يا صديقي ليس عليك أن تنتهي على الصريب يا الحكاية المسيحي البائسة ليس عليك أن تنتهي على الصريب فأنت قد ولدت مسلوبة كل شيء باطل كل شيء باطل عدى الأفكار عن الباطل لليأس لليأس دواء واحد فقط الصلاة التي تقدر على كل شيء وحتى وحتى على خلق الله لا ينبغي على الإنسان غير الناقص أن يخشى أي عيب بل عليه أن يمارس كل العيوب ولو بدافع الفضول كل شيء أصيل لا يتكرر هو محروم من الآمية ينبغي أن يدفعنا إلى التواضع كوننا لا نعرف كيف نثير الكراهية التي نكون بسببها فخورين سماو واو أن تكون مفهوما هو إذلال أكبر من أن تكون غير مفهوم وبالنسبة لي الفرض الأول على كل واحد حين ينهض من الفراش هو أن يخشل من نفسه إن الخشية من الظهور بمظهر الأحمق هي الصيغة العادية للبحث عن الحقيقة أن تقلق العقول نعم أن تقودها كلا لا يجب أبدا الاتفاق مع الحجد وحتى لو كان الحق معه السعادة عندي شيء بسيط جدا ألا تفكر بالمستقبل لو كنا قريبين من الجنة لأبعددنا السخرية عنها أقول لكم إن أفكاركم عن السعادة فوق الزمنية أو القادمة هي أمر غير معقول شفوا نفوسكم من النستالجيا من الهاجس الطفولي هاجس بداية الزمن ونهايته البلهاء فالبلاء وحدهم مشغولون بالأبدية بالبقاء الميت اسمحوا للحظة بالعمل وتيقنوا من أنها قد كررت التشبع بأحلامكم أن لا تولد وبالتأكيد أحسن حل وللأسف ليس هو في متناول يد أي يد أي أحد ولد إن كل ما نحن قادرون على قوله محروم من الفعلية الموجود الذي يحسب حساب الله هو ما تعجز الكلمات عن التعبير عنه لا نقاش مع الألم الجسمي لا نقاش مع الألم الجسمي لا تيأس إذا هجرك الكل يمكنك دائما أن تعتمد على أهلامك اطرد الناس من أفكارك ولا تدع أي شيء خارجي يلوثها واترك للمهرجين همومهم البعث عن أشباههم تذكر لا نقاش مع الألم الجسمي لا نقاش مع الألم الجسمي كل من يقول لا هو متعطش إلى نعم الكارثية أخيا أن تعالج مرضك يعني أن تمرض بطريقة أخرى أوه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الوقت